أنا أذكر أنه مانويل جوزيه كان دايماً له مقولة أنتوا شايفين نفسوك أقل من حجموك وأنه مشكلة اللعب المصري حتى ما عندوش ثقة في نفسه وباصص للغرب دايماً وأبداً نظرة فيها إحساس بأننا أقل شوية أن الشرق أقل من الغرب حضرياً في حين أنه الشرق مهد الحضارة نفسها لكن خلينا حتى في الجوزئية بتاعت الكرة والرياضة الناس شايفانا إزاي؟ لما ألاقي لجازيتة ديلا سبورت الإيطالية صحيفة أوسع صحف الإيطالية انتشاراً بتخاطب جمهورها أو قراءها أنتوا مبهورين بالليفربول ونتائجه السنة دي وأرقامه انسوا أمر ليفربول ده كان عنوانهم بصوا نادي القرن الأفريقي عامل إزاي على النادي الأهل بصوا شوفوا الأهل بيعمل إيه؟ بصوا شوفوا الأهل بيعمل بالضبط دي خلاصتها ودي ملخصة بصوا شوفوا الأهل بيعمل إيه؟ قالوا بالإيطالي بيعمل إيه الأهل؟ قال لك إذا كنتوا شايفين أنه ليفربول أرقامه كبيرة جداً السنة دي بعد ما حقق 26 فوز في 27 مباراة لا الأهل عنده العلامة الكاملة 16 فوز من 16 مباراة ما تعدلش وما خسرش أي نقاط وعملوا سلط كمان على أهدافه قال لك ده هو جايب سجل في الأهداف حتى الآن 46 هدف وهتزت شباكه 3 مرات بس وفارق بينه وبين المنافس التقريدي بتاعه الزمالك 17 نقطة فشايفين أنه قال لك شددت الجريدة في معرض تقريرها على أن ليفربول في إنجلترا لم يقدر على فعل ما يفعله الأهل المصري وعلى الرغم من ما يقدمه ليفربول من موسم استثنائي في الدور الإنجليز الممتاز هذا الموسم فأنه سقط في فخ التعادل أمام منشستر يونايتد في الجولة التاسعة من البطولة أضافت الجريدة وساعة الانتشار أن ما يقدمه ليفربول اللي حقق 26 فوز من 27 وسجل 64 هدف وتلقى 17 هدف لكن الأهلي لازال لكن ليفربول بهذا الإنجاز لم يصل بعد إلى ما يقدمه الأهلي في البطولة المصرية يعني كلام يخليك تنبسط وتصق في فريقك وتهدى على لعبتك شوية بلاش التوتر اللي فيه الجماهير ده وبلاش حد ياخدنا بسكة كلام يعني هو حق يراد بيه بطل الأهل الأفريقي الأهل المحلي ونبلع الطعم ده وتبسط ليك كل اللي حصل لك تقسرت ماتش بفعل فاعل وتعادلت ماتش كل الأرقام كل الأرقام من الذي كان أكثر وصولاً للمرمى في ماتش السوبر الأهل الأهل من الذي كان مرمى يتعرض لأقل قدر من الخطر الأهل من الذي كان أكثر استحوازاً الأهل الأخطر والأكثر استحوازاً والأكثر تحصيناً والأكثر وصولا للمرمى والأكثر وصولا للمرمى بكل الأقام أنت كنت الأقدر خانك خانك أنك أنت تحرز أهداف خانك أنك أنت ضربات الجزاء وأنا كنت شاف أننا يعني زي ما يكون فلسافة الإدارة الفنية لهذه المباراة أنا مش عايز أفهمهم أن المطش ده ممكن يوصل لضربات الجزاء فبالتالي ضربات الجزاء دي زي ما روبيرتو كارلوس قال الأهلي كان الأفضل ولكن ضربات الجزاء هي ضربات الحظ ضربة تخونك ضربة توفقك خاصة لما تبقى أنت كمان يعني التحكيم مش مساعدك أنك تبقى فيها حد يعني القانون بقولك وتشوف الحكام بيروح الحارس المرمى في أي ضرب الجزاء عادية يقوله وقف على الخطة ما تتحركش إلا لما تتحرك الكورة التعديل لو تقدم تتعاد وياخد نظار نظار ما حدش بديك حقك ده أنت تلتزم وغيرك لا يلتزم لكن هذه ليست مبرات حتى ممكن كان يحصل الالتزام وكل حاجة ما فيش مشاكل وتخسر بضربات طب هو ليه المنافس يعني كل الناس بتقول نجح كارتلون في استدراج الآلي لضربات الجزاء زي برضو ماتش اللي قبليه السوبر اللي قبليه كان نجحة كان مين محمد حلمي ولا كان آه حلمي في استدراج الآلي لضربات الجزاء طيب ولا يعني أقصد أقول وإنت نازل قدامي أنت شاعر أن فرصي أكبر وأن أنا أكثر خطورة لعبت بواقعية ولعبت إنك لو وصلت ضربات الجزاء خلاص بقى أي ربما يكون عندي فرص شاء القدر أن يبقى عندك الفرص أنت قبل كده الأهلي كسب بضربات الجزاء إحنا لا لقلل من فكرة أن نلفز بضربات الجزاء يعني لا طبعا بس بنقول أن الأساس أنك تكسب في الوقت الأصلي ولذلك عايزين نرجع تاني للوقت الإضافي القبل لضربات الجزاء لأنه بتدي فرص أكتر في إلهة السوبر تمالي ما فيهاش ضربات جزاء اعتمادا على إيه ما فيهاش وقت إضافي ما فيهاش وقت إضافي اعتمادا على أنه البطولة أو المباراة دي كانت بتفتتح بيها الموسم فكانت فكرتها أن الناس بادي الموسم بالياقة بدانية أقل بس أنت النهاردة بتلعب تصبر في نص الموسم في نص الموسم فخلاص وسواءً دي مش مشكلتك حتى مشكلتك توصل بقدر إمكان للأكثر جدارة فيعني على أي حال سواءً كده أو كده ممكن يبقى وقت إضافي ما تكسبش أو فريق منافس يكسبك أنا مش بقول أنا بقول إيه خلينا في الماتش ده الأهلي ما كانش يستحق أنه هو ما يفوزي كان يستحق الفوز الأهلي بالتدعيات اللي انتهت إليها المبرارة والعنف ثم العقوبات الغير مفهومة أو الغير مشروحة لحد النهاردة لأن أنت ما تيجي تقولي اطلعت اللجنة على من حقق توريني يعني أنت في أي حاجة من حقق تسمع شهود طبعاً لأنت لما بيروح قاضي بيستدعي شاهد من حقق تحتاج تقولي ما أخترتنيش إن فيه شاهد اسمه فلان جاي دلوقت عشان استعدله إذن العدالة التي تسعى إليها الهيئة القضائية وكلها كانت غير مكتملة مكتملة الأركان في دي لحد النهاردة لاحنا عارفين الليحة التي حكمت الأحكام ولاحنا حد رادي يقول لنا ولاحنا عارفين مستندات اللي استندت إليها لجنة الانضباط لأنه ممكن جداً سواء نتعرض عليها صح أو نتعرض عليها غلط لأنه نتعرض عليها صح نناقشها من حقنا نناقش أسبابها طيب لو تعرض عليها غلط طيب دي مصيبة تانية كبيرة قوي ترجمة نانسي قنقر